عقد تحالف الأحزاب المصرية اجتماعا شارك فيه عدد كبير من رؤساء وأمناء الأحزاب وممثلهم وخرج الاجتماع ببعض التوصيات منها التي تخص المواطنين ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة كما أكد التحالف أهمية التوعية بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوضه فترة رئاسية جديدة وللمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كريم أرحبك أعتقد أنه مكتبيني النهاردة عشان كل واحد يقول البردامج اللي حزبه هيعمله والتوقعات اللي هتحصل وإيه النشاط اللي هيتعمل من الهزب عشان تأييد السيد الرئيس الجمهورية هناك عدة مؤتمرات إخليمية حتكون في عدد من القطاعات وستنتهي بمؤتمر عام يضم العديد من الألاف حنتحرك من خلال الجماهير في الشارع من خلال طرق الأبواب ولكن كتحالف الأحزاب المصرية حيكون له دور مهم إحنا كلنا جايين هنا عشان ندعم القادة السياسية ونعمل اللي فستطعتنا عشان نوصل ده لجمهورنا إحنا عمل الاجتماع عشان حاجتين فيه أول بند فيه نحنا منتوجه للشكر الرئيسة فتاح السيسي إنه هو لب دعوة تحالف الأحزاب المصرية وأعلن ترشحه لوراية رئاسية جديدة للعمل على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي بدأها من 2014 نقطة رقم اتنين إن إحنا بنبدأ كتحالف أحزاب بيضم 42 حزب بنحط خطة عمل بتنقسم إلى الشقين الشق إن إحنا بنوجه أحزابنا على مستوى المحافظات والمراكز والأقسام وأعضاءنا لهم يدوا صوتهم للرئيسة فتاح السيسي كأحزاب بدعمها للرئيسة فتاح السيسي الخطرة الثانية إن إحنا عاملين حملة اسمها حملة وعي للتوعية بنحس المواطن المصري اللي هو مش بانتميش لأحزابنا إن هو ينزل ويشارك ويمنح صوته في اليوم الانتخابات لمن يرى مناسبا أخذنا القرار ده على أساس إن إحنا طبعا فيه عدة عوامل العوامل دي طبعا منها أهم حاجة لاستقرار الأمن والأمان المبادرة حياة كريمة المشروعات الضخمة اللي حصلت في مصر استضافة اللاجئين ونحمد ربنا إن إحنا مش لاجئين إن إحنا عايشين في بلدنا الاجتماع ده أكد وحدة وترابط الأحزاب تحالف الأحزاب السياسية وتوحد الصف والرؤى على اختيار الرئيس عفتاح السيسي اللي يستمر لاستكمال مسيرة البناء والتنمية اللي بدأها رسالة لكل الناس رسالة بنقول فيها إن الأحزاب المصرية في التحالف بتؤيد بالإجماع سيد الرئيس عفتاح السيسي اللي خناعتها التامة بما تم وبما قادمين عليه بنتكلم على الإنجازات اللي تمت وليه الرئيس عفتاح السيسي ثانياً تنظيم الحملة الانتخابية إن زي الأحزاب كلها تشارك في هذا الحملة أحزاب التحالف بما فيها حزب العمل الاشتراكي واتكلمنا في هذا الإجراءات وهذا التنظيم اللي كل الأحزاب على استعداد فيه أن يتوقف مع المرشح الرئيس عفتاح السيسي للترشح لفترة رئيسية جديدة اطلع شارك فيه ظاهرة سياسية صحية كويسة بأن أكثر من مرشح النهاردة تقدموا للانتخابات فإدي صوتك بإيجابية وشارك بإيجابية ده الأول لكل المواطنين ليه الأسباب وبتشوف بشرح بمفصل إحنا ليه بنوايد الرئيس للفترة الانتخابية اللي الجاية طبعاً الملخ كان كبير جداً جداً لكن ممكن على عجالة أن نحن نوجز أولاً حاجة كان تمكين الشباب وكانت أكبر نقطة فيها أنها ما كانش فيها وساطة الشباب اللي هو قادر أنه يكمل ما بعد المرحلة التعليمية الجماعية هو ده اللي محل يعتبره وإهتمام من فكرة تمكين الشباب ثاني حاجة الملف التعليمي وفكرة التفرد اللي حسب في الملف التعليمي ويمكن الشهد عليها المدارس اليابانية ثالث حاجة كانت التفرد الصحية والطبية في التأمين الشامل والصحي هذا التحالف جمع وأظهر بما فيه من أحزاب لتأييد السيد الرئيس نحن نرى مجال الزراعة تطور تطوير عظيم وإن شاء الله بعد سنتين ثلاثة في مصر ستصدر جميع المحاصيل الزراعية